عشان مناسبة بقى الكابتل صالح هو ما بطلعش كتير في الإعلام بقى إحنا تعليم برضو ده نفس الكلامة لينا برضو ما أولاقوي في موضوع الإعلام حسن حمز لي أولاقوي في الإعلام رغم أنه جميته العظيمة وشكله الرائع اللي الناس كانت تحب شكله كمان جدا ومنباته وأنه عيلة يعني فيه مواصفات كتير الحقيقة كانت جمعة فيه لكن هو ما كانش شغله قوي لنجميته ولا أنه طلع مش عارف في السينما ولا أنه الناس بتحشاؤه على كذا طريقة كان بس فوكس على النادي الأهلي واللعب عشان كده كمان إحنا يعني لما كنا يعني مدلبنا الحاجات اللي أنا ساعدت بيها جدا يعني لما نادي الأهلي بقى نادي الكرن في أفرك يعني كابتل صالح رحمة الله عليه وأنا طلعنا استلمنا الجايزة بتاعتنا اليحلي طبعا هو طلع استلم الجايزة وقعدنا بقى تصويرنا مع السفيرة المصرية في جونسبرغ ودي من أسعد اللحظات اللي أنا شفته عايشها الله أنا من عيني السعادة اللي كانت موجودة ونفس الوقت أنا مش هقدر أوصف سعادتي أنا كان عاملة إزاي وإحنا في الطيارة لسه قومت لنا بترمى مصر كويس مش مصدق نحن ناخد الجايزة دي وإحنا قريد إخدناها وإحنا نستلمها يعني لكن الحلم اللي كان يعني الطيارة بقى سبع ساعات وكان معانا عدل القياءة كمان في الطيارة في الوقت ده سبع ساعات دي منتكلم في هنا بقى كنت أنا خلاص أنا بقيت مسؤول في النادي نفس اللي شوفنا في الملعب بتدى أشوف ونتعلم زي ما حسن نتعلم زي ما كلنا نتعلم بعض زي ما هو نفس الكتن صالح برضو وشايف الرؤساء اللي قبليه نفس القصة فإحنا زيقول هي سلسلة مربوطة ببعض لكن بقى لما بيكون برضو نجم الكرة وبتاع بيبقى وصاق مش أي نجم كمان يعني كويس بيبقى برضو ليه تأثير على اللاعب لما يكلمه